نحن الآن في وسط مدينة سفاقس ثاني أكبر المدن التونسية مدينة تعيش على مدى عقود على وقع إشكالات متعددة تتعلق بانتشار التلوث الصناعي على سواحد المدينة وضعف التنمية والاقتضاظ المروري مشاكل خلفت إشكالات عدة سنتعرف عليها مع سكان المدينة وصلنا إلى مدينة سفاقس بعد سويعات قليلة على إصدار أمر حكومي بإغلاق أكبر مصنع للصناعات الكيميائية تم إنشاؤه وسط الأحياء السكنية قرار لم يجد صدا كبيرا لدى السكان على اعتبار أن مثل هذه الوعود والقرارات تتكرر منذ عقود من دون أن تنفذ وهنا وجدنا أنه يبث سمومه من داخل الأحياء السكنية هي معظلة مدينة سفاقس التي لوثت هواءها وشواطئها الممتدة ومنعت تطويرها سياحيا وعمرانيا مشاكل سفاقس خاصة بعد الثورة بيئية بالأساس التلوث والدرجة أنه يقلق يسر المواطن اللي عايش في السفاقس حتى لداخل سفاقس سفاقس هي المدينة الثانية في البلاد من حيث عدد السكان والثقل الاقتصادي بعد العاصمة حيث يقتنها أكثر من مليون شخص لكنها بدأت تشكو منذ عقود من تراجع على كل المستويات وتحديدا تنمويا تدهور في البنية التحتية واكتظاظ في المرور وأوساخ منتشرة جعلت سكان المدينة يصفونها بالقرية الكبيرة في إشارة إلى غياب الاستثمارات الحديثة والبنية المتطورة المشاريع اللي عندهم سنين وحنا نحكيو عليهم سنين هم يقولوا بشي فعلوهم هم ديمة حبر على ورق فقط ومازال ما ما تفعلش فيهم حتى قرار دونك كيف كيف السياب هي من بين المشاكل اللي في جهة السفاقس برشة وعود يعدون بها في السفاقس كما توسيع متع المطار كما المدينة الرياضية اللي مشروع نسموه به كان على ورق ومازالنا ماريناج كل مرة من بلاس البلاس يقولوا لا يعاول سكان المدينة كثيرا على الانتخابات المنتظرة فكل الوعود السياسية ترتبط بالطمع في أصوات مواطنية المدينة التي تعتبر خزانا انتخابيا فالوعود بدأت منذ ثلاثين عاما لكن السفاقس بقيت مدينة تصعب فيها الحياة كما يقول أهلها مراد الدالنسي من مدينة سفاقس التونسية الميادين ترجمة نانسي قنقر